أحلام وطموحات أصبحت حقيقة على أرض الواقع ضيفنا العزيز كرم ونال جائزة الملك عبد الله الثاني للإبداع والعديد من الجوائز الأخرى لا صراحة براضه نلتقي اليوم مع ليت أبو طالب أهلاً سهلاً يا ليت أهلاً فيك شكراً لإصبارك نورت الستوديو حبيبي بوجودك بارك الحمد لله الله مش عارف مين بدي أبلش من الجامعة ولا فن طيل وراك ولا وين بدنا اللف أنا بحكي أبلش بالسفر شو رأيك؟ صح؟ بلش بالسفار؟ يلا نسافر يلا يلا روح أول سفر معاك أنت أول إشي حكيت بدك تلف الأردن نعم ليش الأردن شمعنا؟ لأنه بعد ما خلصت الجامعة في 2016 حطيت على حالي رسالة أنه حب أستكشف العالم وألفلف بأماكن مختلفة بس قبل ما أطلع بره بدي أنا أعرف بلدي يعني غير عن الأشياء اللي منقرأها إحنا بالكتب ومنشوفها على التلفزيون فقررت ننطلق ببرنامج بدنا نلف الأردن كان بالتنصيق مع زميلتي براءة بطاينة أيام الجامعة وبدأنا نزور مختلف محافظات المملكة لأن نتعرف أكتر على جميع محافظات المملكة شو الأكل المميز والتراثي في كل محافظة شو هي العادات والتقاليد اللي بتميز كل محافظة عشان لما نطلع بره نقدر نحكي للناس عن الموضوع ونعزز السياح الداخلية بنسمع عن البطرة بس كتير أحلى شارعنا بيكون عنها لما نشوف البطرة المدرج الرماني جبل قلعة نجرش وعجلون الأردن هي مش فقط البطرة ووادي رم والبحر الميت لأننا كتير شغلات حتى بالزرعة لما نحكي لنا نطلع نعمل سياحة بالزرعة كانوا يستغربوا فعملناها النسخة الأولى والنسخة الثانية مع زميلتي كلثوم الفعوري فكنا دائما بكل نسخة ندمج أكتر من الشباب معنا ونلفلف وكافة المحافظات ونعمل فلوغز عربي، إنجليزي، إسباني لنعزز السياحة قدر الإمكان فعسين هكذا بدأت من الأردن تعرف كثير حبتك الفكرة لأنه أنا مثلا واجهت هذا الموضوع لما كنت أسافر مثلا روح على مخيم معين مثلا أو ملطقة طلابي الناس اللي بتحكي عن بلادها لما تيجي أنت بدك تحكي فعلا بفرق لما تكون أنت عارف شايف 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 البحر الميت شايف الفوائد الموجودة فيه مثلا شايف البترة شايف جمالك عرفت الناس كلها ممكن تعرف أن الأردن بترة هذه الصورة يعني هي شغلة أنا مقيم حاليا في المكسيك يعني وباجي صورة زيارات ما بين الأردن والمكسيك لأنه شغلي ريموتلي فاصحابي بالمكسيك لما قلت لهم تعالوا على الأردن حكوا لي آه نيجي ثلاث أيام على الأردن من زور البترة والبحر الميت وودي رم وبعدين من روح للمصر من روح لبنان وهاكك حكيت لهم لا الأردن فيها 12 محافظة بدكم تيجوا أقل إشي أسبوعين عشان كل يوم يكون لها محافظة وفعلا قعدوا هون بالأردن شهر ونص صديقين انبسطوا عملنا لهم عور السلطة لبسناهم الأشياء أخذناهم على كافة المحافظات وعلمناهم كلمات عربية إنهم يقعدوا يحكوها فكانت تجربة جدا غنية وأنا عن جد يعني بفتخل لما أكون قاعد معهم هناك خردانيا خردانيا يعني كانوا أكتر إشي بيعرفوا هناك في المكسيك أكتر إشي رفت نظري خردانيا يعني أردن لما تتحدثوا لهم جوردن ما بيعرفوا فخردانيا كنت ماشي بالشارع لقد صورة الملكة رانيا على أحد المجلات في المكسيك كوين دي خردانيا يعني إنه فكانت هذا شيء كثير حلو لإلي فمن هون حكيت إنه بيعرفوا الأردن بالملكة ملكتنا يعني الستايل تاح أو أي حدا بحكي لهم من الأردن أوهو يلوف كوين رانيا كوين رانيا كوين رانيا كوين رانيا على فكرة جلالة الملكة معروفة عالميا بأناقتها ورثابتها طبعا فداما بفتحهم على الإنستجرام أهو كوين رانيا أعرفت كيف وحتى أخذت لهم اللعبيات يعني كانت تلبسها الملكة رانيا يعني في حد المقابلات وشغلات فيعني حكيت لهم إنه آه يعني في عندهم معارفة كثير بسيطة عن الأردن بس ما يعرفوا شهو تاريخ وثقافة وحضارة الأردن أكلنا أكلنا كثير زاكي صراحة إحنا فأكلنا هكذا إحنا قررنا ننطلق بهذا البرنامج طب هسه عرفنا ليش الأردن الأردن واضحة وإنت روحت للمكسيك ليه خطرت المكسيك هلأ بعد كوبيد أمورنا كثير تغيرات وبشغل كثير صار في عندي اضطربات مختلفة فقررت إنه أنا أطلع بره هيك ثلاث أشهر بس عشان أصفي ذهني يعني وأسترجع طاغتي إنه أنا حدا كثير هيك إني رجعتك وبحب أن أتحرك وكانوا كل السفارات مساكرين ممنوع تقدم لفيزا فأنا معاي فيزا أمريكية فحكيت إنه وين بقدر أروح فيها فكان يا أميركا يا المكسيك بس بناء على البحث البسيط اللي عملته أونلاين الثقافة والحضارة وسهولة الحياة بالمكسيك بهديك الفترة كانت كثير أسهل من أميركا ومن ناحية مادية بكل يوم تتعيش بأميركا أنت بتقدر تعيش يومين بالمكسيك من ناحية يعني المصروف اليومي تتحكي عن مبالغ ضخمة كل الموضوع صار صدفة أنا بأسبوعين كنت مقرر إنه أنا أسافر على المكسيك فأريدي أنا كنت في 2019 رايح وهناك معطي دورة لطلاب جامعة فتخيل أنا واقف على مصر حان بعطي دورة فكل الطلاب عملوا لي قاعد على انستجرام فأنا ضلت علاقتي وطيضي مع هؤلاء الأشخاص فلما قررت أروح تواصلت معهم إنه وين أسكن وين أعمل وين أسوي كثير ساعدوني لأقولي بمنطقة كثير حلوة كثير أمينة منطقة السفرات هي فهذا الأشيء ساعدني إنه وشجعني إنه آه أنا أنطلق وفعلا بأسبوعين هيك جبت الثكت وطلعت على المكسيك على أساس إنه ثلاث أشهر ومدت سنتين طب سؤال غير لو أن جد هيك بس بيننا يعني بيننا إحنا الثلاث مرح طلع لحد لو ما يعني ما كان بس أسهل إشي المكسيك أو الخيار الوحيد بيننا وبينه كان إيش أخترت لو كل الخيارات موجودة لو رجع فيي الزمن ممكن أختار إسبانيا لأنه أوروبا يعني كثير حلو أنها شينجل بصير عندك دخول على كل المنطقة هناك ولما زورت إسبانيا كثير حبيتها يعني إنه حسيت هيك في علاقة وطيضة ما أعرف ليه بس أبداً ما بندم على خياري للمكسيك لأنه ساعدتني كثير إنه أنا أستكشف شغلات وهناك بلشت أدرس اللغة الإسبانية وتاريخ وثقافة وفن المكسيك فجاء أبلو اسبانيو الأنبوكو فبأحكي إسبانيا شوي صغيرة هلأ لا 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 ما أشبط له معناه عشان نتفق خردانيا فلأ كانت تجربة جداً ثرية صار عندي كثير أصحاب صارت أطلع على كثير إبنت لحيتي صارت كثير تساعدني مرة كنت بمطعم عم باكل بورجر إجاني الأونر بحكي لي اللحيتك حلوة تطلع معنا بإعلان حكيت له آه عطاني الوجب تعتنا ببلاش وعطاني 250 دولار وصور عشر اللحية كانت أطول هي أكثر هذا فبتلاقي فرص كيف لما يجي حدا أجنب يعني على الأردن تلاقي لكل عماله بيهتم فيه فأنا عايش هذا الشعور وهناك صح فأينما أروح يعني بتلاقيهم إنه بدهم يضيفوني إشي زيادة جرب هذا الإشي ثقافي من المكسيك حتى لما أروح للجم أو لما أسافر بتلاقي الأماكن إنه عم بتحب تعطيني أفضل تجربة للمكسيك فهذا الإشي عن جد خلاني بيه علاقة ومدت إخوامتي هناك سنتين أنا جاء بالي أزور مك أشعر شكلي بيضبط طيبة تعال بيضبط شكلي بتعطي أخر ثانية نبسي قلب أشعر صورة بكل لابسين الشورت هيك أشكالهم بتخيلهم بسطار كبير كت كلهم سلسين على البحر ممكن أنا شعري كان زي شعرك هيك بس بعدين عملت بحس رسمي أكتر شوية عشان لقاءات لما أقول لك قصتي بس مع الشعر أشعر صورة طولت لا يزبط هيك معي لماذا إذا تروح على المكسيك تسمي حالك خاليداندرو ألي خاندرو خاليداندرو خاليداندرو أشعر خاليداندرو أشعر خاليداندرو أنا عمداندرو أنت غير المكسيك الآن كنت تتحدث عن فكرة الفيزا أنت رحت عملت كمان لفة في أمريكا صحيح أنت لما تلف تحاول قد ما تقدر تغطي من كل البلد مسافات بين الولايات كثير كبيرة كثير كبيرة ماذا كان الموضوع صعب؟ ماذا كان سهل؟ ماذا كان مسلي؟ يعني أنا هلأ في ناس بيجوا بيحكوا لك أنا بدي أزور إسبانيا بروح بيزوروا برشلونة وبروحوا وخلاص أنا زرت إسبانيا أنا لأ يعني أنا بالأردن لما أحكي زورتها أنا لفت كل المحافظات بالمكسيك أنا زورت 12 ولاية من أصل 32 على ما أعتقد بأمريكا أنا زورت 10 ولايات فأحاول أنا كلما أروح على البلد عادي أنا لدي مشكلة أكررها خمس ست سبع مرات بس أنه كل مرة أروح بمكان مختلف لأنه زي ما حكينا الأردن مثلا مساحة جغرافية كتير صغيرة بنقدر نخلصها مثلا بأسبوعين على سبيل المثال بس بأمريكا كالمكسيك كتير كبير يعني طيران داخل ممكن يكون ساعتين أربعة أو ثمانت ساعات ممكن فبالتالي آه هو يعني تحدي موسهل خصوصا يعني أنه التكلفة بتكون مرتفعة عادة نسبيا بس أنا هاي طريقة في الاستثمار بنفسي يعني فعني من شغلي أنا بكون عامل الأساسيات بيت، كهرباء، مي، سفر، أعرفت كيف فهيكا مأسم حالي وفعلا يعني هذا الإشي اللي غير لي طريق التفكيري كاملة صورت منفتح للعالم أكتر لما أسافر أنا مش بس بعمل سفر يعني أنا بعمل منتجات فنية حكي لك توريني إياه يعني هذا الصندوق اسمه الفن لأجل المكسيك أنا لفيت بالمكسيك، عرفت شوي صغير عن الثقافة، بدي أقولها للناس خصوصا للأطفال فكيف بعمل هذا الإشي؟ بعمل لهم صندوق إليه علاقة بفن طي ولف الورق الأوريغامي ولكولينغ لأنه هذا مجال اختصاصي، بعمل ألعاب تعليمية أنا فباستخدام هذا الصندوق بيكونوا الأشخاص قادرين يعملوا شغلات بيتعبر عن الثقافة في المكسيك بلف الورق يعني هون بالفيديو نحن نشوف التاكو أنا عم بعلم الناس كيف يعملوا التاكو بفن لف الورق كيف يعملوا شكل فريدا كالو، كيف يعملوا المرياتشي، الأفوغادو الأشياء الثقافية اللي بتعرفك على الثقافة والمميز بعد ما يخلصوا كل شكل بيعملوا سكان لكيو أر كود بدخلهم على مدونة تفاعلية ليعرفوا شي يعني التاكو ليش هو ثقافي، من هي فريدا كالو، اللي هي أيقونة معروفة في كثير دول بالعالم وكذلك الأمر للأردن، يعني إحنا عمنا هون صندوق الأردن عامل فنجان الأهوة السادة، البطرة، المدرج الروماني بتعمل للبطرة كيو أر كود بدخلك بجولة افتراضية ثري سكستي جوة البطرة فهذا كان شعور أحلى شعور لما تعاوننا مع وزارة السياح وهي التنشيط السياح حجزونا البطرة كاملة لإنا، المدرج الروماني جبال قلعة، عشان نعمل تصوير ثري سكستي فلما ندخل على اليوتيوب، نكون قدرين أنه نمشي الماوسة كيف نشوفها؟ ومنعلم الناس يعني كم عدد الناس اللي بتعرف شي يعني هزت فنجاني القهوة السادة فمنوعد نشرح لهم هاي الأشياء، ليش المهل عربي مميز، ليش السوسن السوداء؟ فإحنا عنا هون هي نسخة هاي الفن لأجل الأردن السابقة إحنا عملنا وعملناها وطورناها بطريقة لتكون أفوردبل للناس أسعار المنتجات تاعتنا ماكسمم خمس دنانير بتساعدك تعمل أكثر من مشروع لأنه إحنا بدنا ننشر ثقافة الفن فهذا المشروع اسمه الفن لأجل وبتكون سلسلة، بلشنا الفن لأجل الأردن، الفن لأجل المكسيك، الفن لأجل الإمارات، لأمريكا وإلى آخره فعشان نعمله لازم أزور البلد وأعرفها يعني أنا ماش بس بقرة أون لاين، أنا لأم روح فعشان نعرف ما هو التراث وبعمل تعمل وبسير يعني بالأوريغامي نعمل شغلات تانية اللي هي اللي نعرف عن الحيوانات يعني في بلدان بيكون فيها حيوانات مميزة تختلف عن بلدان تانية، بنصير نعملها بالأوريغامي بنزور متحف مثلاً بأمريكا، بتعجبني الأشياء اللي فيه، بروح بعمله، بسير أتواصل مع المتحف إنه هيعملت لكم شغلة يحطوها بالكفتشوب بتاعكم مثلاً إنه بتمثل الأشياء جوة المتحف وتشوف الناس عليها إقبال الموضوع الحمد لله رب العالمين، بالأردن عم بيصير فيه وعي أكتر بس بره الفن يعني فيه له تقدير بطريقة كتير كبيرة لما يجي بديك تعمل ورشة عمل أو لما بديك تعمل بتمنى بالأردن يزيد الوعي بس أنا بديت بالموضوع بالألفين واربع طاصر بدي عيط، عم بحكي بشاعري أنا حدا بحب الفن، عرفتها؟ تعرف ليش؟ لأنه فيه عندنا بالأردن فن كتير، كتير أحيان فنانين عندهم قدرات يعني عظيمة بس هات يعني بقابل أحيان مع فنانين بعملوا لوحة وبتعبوا عليه لما يجي بيعوها مثلاً بمئة وخمسين دينار ماذا هذا؟ ألوانه هيك؟ بره لا بقدره يعني بروح أحياناً على متاحب برضه هو مبالغ بيكون الموضوع فيه بالأسف بس على الأقل أنا بطلع عليها من زاوية تقدير للفن لأنه أنا أعتبر حالي حدا فنان عرفت عليك طبعاً يعني ما عندي مدة زمنية بس أنا عشان أقدر أعمل الفن لأجل المكسيك أنا لفيت 18 ولاية في المكسيك تعرفت عليهم كثير لا بس قعدت يلا بأبدأ أشتراً حكيت هلأ أنا هون تبلورت الفكرة براسي أنا هلأ إيش بدي أبدأ أصمم الصندوق تصميم الصندوق مكتوب عليه بالعربي والإنجليزي والإسباني داعم لأهداف التنمية المستدامة تصميم الصندوق وشكله كيف أنه يفتح وكيف يسكر وهذه الأمور كاملة تصميم بعمله إلستريتر بعدين كل شكل من جوه أنا بدي أرسمه بعد ما أرسمه زي الفيديو طلع عنا هون بدي أعمله فيديو تعليمي بحط الكاميرا هيك من فوق وببلش أعمله فكل شكل بأخذ معي من ساعة لساعتين ممكن فبعد ما أعمله الشكل كامل بعمل إدتينج للفيديو بدي أحمله على اليوتيوب هلأ تحمل على اليوتيوب لحالي والبوكس ما في ولا حدا بساعد ولا حدا يعني هون يوزرز مشروعي الجديد لحالي نجي نسألك عنه صراحة اليوزر طبليف أنت يوزرز وهي فورشي والفن طي الورق والسفر ومش مخلي إشي ما سويته إيش يوزرز وقت أنا بدي أعرفهم كلهم هدول أنا مش طالع أنت من هون من الساديو لأعرف عنهم كلهم اليوزرز يوزرز هي الكلمة يو اللي هي أنت وأس اللي هي إحنا مع بعض إحنا اليوزرز المستخدمين فأنا بعمل سنديق مش فقط للمستخدمين لإلي كمان فيعني أنا كل صندوق بعمله بأفضل جودة لتناسبني وما فيش حدا بكره ما بحب إلا الأفضل لإله صح ولا لا فعشان هيك بعمل سنديق تكون بجودة عالية بأسعار مناسبة تكون أفوردبل للكل وإلها علاقة بالفنون الورقية فأنا اللي بعمل بيوزرز هي عبارة عن مشروع ريادي أردني بهدوف لتوفير منتجات مختلفة فيها كل المواد والأدوات والفيديوهات التعليمية والمدونات التفاعلية لتخلي الناس تعمل فن هدف سامي بصراحة وتفكيرك كثير سليم يعني حتى غير يوزرز إنت مثلا أطلقت مبادرة مع الأمام المتحدة اسمها هي فورشي كمنا أكتر عنها سويا؟ هي فورشي هي حركة تضامن عالمي تهدف للمسواف النوع الاجتماعي انطلقت من الأمم المتحدة المكتب العالمي في نيويورك وكانت باللغة الإنجليزية في 2014 انطلقت فأنا في 2015 أحكيت كنت كثير نشيط بالمجتمع بأيام الجامعة ولكن كثير بنات كانوا يجوا عندنا يحكوا لنا ليث نيالك لأنك شاب قادر تسافر قادر تطلع بر المحافظات قادر تشارك بهذه الأنشطة فهذه الكلمة ضلت ببالي فلما أعرفت عن هي فورشي حكيت لا أنا بدي أحط هي فورشي لأنه هي حركة تضامن عالمي تهدف للمسواف النوع الاجتماعي من خلالها من حاول أن نكسر الصور النمطية لنعطي فرص متكافئة إلى الكل بغض النظر عن نوع الاجتماعي عن طريقة توعية المجتمع توفير فرص مناسبة لأن الصبايا الذين لديهم شغف وطموح يصيروا أدري أنهم يعملوا بدون وجود هذه الصور النمطية في المجتمع أنت بنت لا ممنوع تسافري ممنوع تطلعي فبالتالي هاي هي كان الهدف من هي فورشي صرنا نترجمها باللغة العربية نعمل أنشطة مختلفة باصي فورشي نزور في كافة المحافظات والجامعات هل حسيت أنه يكون هناك نتيجة؟ طبعاً مقارنة لما بدأنا في 2015 لحد الآن فرق كثير كبير صوراً نشتغل على بوليسيز بايبرز ونطلعها للحكومة أحياناً نشتغل مع سفارات كثير زي السفارة الكندية، السويدية، النيترلندس مع هيئات الأمم المتحدة المختلفة كثير من الانفلونسر صاروا عمالهم بدعمونا وبيجوا معنا بدناهم من أردن وأطلقنا هي فورشي عمان، هي فورشي تونس، هي فورشي مصر وبمحادثات مع كثير بولدان تانية هي فورشي البحرين، وهي فورشي السعودية، وفلسطين فبدأ الأثر من الأردن وأصبح عماله بتوسع لأنه إحنا من آمن أنه أنا ما إلي الحق أبداً أجي لإلك أحكي لك ممنوع تكون أنت نارس أنت زلمين لازم تكون دكتور، لا أنا بدي أكون نارس حر أو البنت أنا بدي أكون هندسة ميكانيك أدرس، لا أنت بنت فبالتالي لا، كل واحد هو حر بقراره بدون وجود هذه الممطية وفي سنديقنا لا نستخدم اللون الزهري أو الأزرق عشان تكون جندر نيوترال مناسب لكافة فهي الأشياء اللي نحاول نعملها نطلع من هذا التعميم اللي يقيدنا بدنا نلف الأردن بيئة آملة لكافة الأنواع الاجتماعية يعني إذا بنا طلعت معنا برى المحافظة يعني الأهالي بيكونهم الطممين، الحمد لله رب العالمين فمندمج مشارينا كلهم مع بعض بالآخر كلهم بصبوا بمكانهم يعني بصراحة هاي جد بدها زكفر شكراً و لازم اطلعنا معاك رحلة تعالوا لازم نطلع زرس وعزلون نيجي معاكم نجيب إحنا في معانا مي فيها فيتامينات مهمة جداً الآن بالفاصل رح نعطيك إيها أكوة جوردن خلص يلا منطلع مع أكوة جوردن ضروري نجربها اسمع مع بيتامينات هيك بتكبسها وبتلزم لأنه إحنا تعطيك طاقة علشان تستمر لأنه إحنا بالمي نحن نستمر و بزولاتنا إحنا منصف السيارات بمكانهم منمشي كثير فالمي يعني سكرت فيها خلص خلص حلكم عنا خلص استهيك يا الله نيجي إحنا والمي مطفقين شكراً كثير ليف إحنا نتشرفنا فيك واستمتعنا كثير بها باللقاء إن شاء الله من نجاح للنجاح إن شاء الله يعني فعلاً نحن ننبسط دائماً لما يكون فيه ماء شباب أردنيين بيعملوا هاي الأشياء الحلوم والصولة للعالمية شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً إليك